اشتركوا في القناة في الأولمبية البحرينية بمناسبة أول تواجد لأنجال سموهما في رياضة القدرة على المستوى الخارجي عبر تواجدهما في سباق القدرة بفرنسا لمسافة عشرين كيلو متر وأشهد جلالة الملك المعظم بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة واهتمام سموهما برياضة سباقات القدرة وبمشاركة الأنجال في مثل هذه السباقات العالمية التي تسهم في اكتسابهما الخبرات من خلال هذه المشاركات وأن جلالتها الأنجال بتتويجهم بكوس المشاركة في هذا السباق وشار جلالته إلى أن تواجد الأنجال جاء ترجمة للأهداف التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد من أجل نشر هذه الرياضة الأصيلة والزهارها وتطويرها والوصول بها إلى أفضل المستويات والمحافظة على موروثنا الأصيلة وعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن سعادته بهذه المشاركة التي حققها الأنجال مؤكدا جلالته بأن سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد بإنجازاتهم المشرفة أصبح قدوة للأبناء والأحفاد وأكد جلالته أهمية اهتمام أولياء الأمور بالناشئة وحثهم على ممارسة مختلف الرياضات والألعاب لما لها من دور كبير في تأسيس الشخصية المتكاملة تأكيدا لمقولة العقل السليم في الجسم السليم وباعتبار أن الناشئة هم قادة المستقبل مؤكدا جلالته على أهمية رعاية الناشئة وتهيئة أفضل السبل والإمكانيات أمامهم ليأخذوا دورهم في تحقيق أفضل النتائج المشرفة ونوه جلالته بما حققه أبناء البحرين من إنجازات ونجاحات عديدة ونتائج متقدمة في مختلف السباقات والبطولات والمشاركات الخارجية كما تلقى ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بهذه المناسبة هذا نصها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا ببلغ الاعتزاز والتقدير برقية جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بمناسبة مشاركة أنجالنا وأحفاد جلالتكم في أول تواجد أوروبي لسباقات القدرة في فرنسا سيدي الوالد لقد حرصنا على تعليم أحفاد جلالتكم رياضة الآباء والأجداد والتعريف بهمية الاقتداء بجلالتكم حفظكم الله ورعاكم في رياضة الفروسية باعتباركم الفارس الأول في المملكة حيث تعلمنا الفروسية الحقيقية من جلالتكم كما أننا وضعنا جلالتكم ملهما للأبناء من أجل الاقتداء بنهجكم في هذه الرياضة إن تواجد الأنجال والأحفاد في القدرة الأوروبية هي ترجمة لرؤية جلالتكم حفظكم الله لإشراكهم في السباقات الدولية وإكساب الخبرة وصناعة أبطال في رياضة القدرة وإننا على يقين تام بأن الأبناء سيسيرون على نهج جلالتكم ليصبحوا فرسانا يحققون للمملكة المزيد من الإنجازات ويرفعون اسمها عاليا ولتواصل تحقيق الإنجازات لمملكتنا الغالية عن طريق الجيل القادم ونسأل الله أن يمد جلالتكم ويدكم الله بمفور الصحة والعافية وطول العمر كما تلقى ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية مماثلة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد فريق كي ايش كي هذا نصها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفنا أن نعرب لجلالتكم حفظكم الله عن تقديرنا واعتزازنا بعد أن تلقينا برقية جلالتكم بمناسبة مشاركة أنجالنا وأحفاد جلالتكم في أول تواجد أوروبي لسباقات القدرة في فرنسا إن برقية جلالتكم حفظكم الله ورعاكم هي نبراس نعتز ونفتخر بكلمات جلالتكم المعبرة التي تضعنا أمام مهمة مواصلة دعم ومساندة الأبناء في الاقتداء بنهج جلالتكم في هذه الرياضة باعتبار جلالتكم الفارس الأول في مملكة البحرين والملهم لكافة أبناء الشعب في الجانب الرياضي خصوصا رياضة الفروسية لقد حرصنا على ترجمة رؤية جلالتكم حفظكم الله بمواصلة زرع الثقة والحب للأبناء والأحفاد في رياضة القدرة حتى وصلوا إلى التواجد الأوروبي الأول بعد مشوار حافل ودعم كبير من جلالتكم حفظكم الله وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالتكم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتنظيم العديد من السباقات في البحرين التي كانت اللبنة الأولى لهذه المشاركة الأوروبية نعبر لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم عن تقديرنا واعتزازنا على رعاية جلالتكم المستمرة لأبنائكم الرياضيين بشكل عام ومنتسب رياضة القدرة بشكل خاص وسنعمل باستمرار على مواصلة رفع اسم وعلم مملكتنا الغالية في المحافل العالمية ونسأل الله أن يمد جلالتكم أيدكم الله بمفور الصحة والعافية وطول العمر وطول العمر ترجمة نانسي قنقر